اشتركوا في القناة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد فلا نزال مع القاضي عياض رحمه الله تعالى ومع كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونحن عند قوله ثم قال تعالى إن أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً هذه الآية الكريمة من سورة الفتح وقد ذكرنا أن هذا الفصل عقده القاضي عياض ليتكلم فيه عما جاء من فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حباه الله تعالى به من المكانة السامية المرموقة التي جاءت الإشادة بها أو جاء ذكرها في سورة الفتح في قوله تعالى إن فتحنا لك فتحاً مبينة إلى آخر الآيات الكريمات ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل نبيه شاهداً شاهداً لأمته وشاهداً أنهم آمنوا به وصدقوه ونصروه وقاموا على خدمة دعوته ورسالته وشاهداً لهم بالتوحيد وشاهداً لهم بالثواب وقيل شاهداً لهم بالمغفرة وجاء كذلك مبشراً ونذيراً وجاء هنا ذكر البشارة قبل النذارة لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ابتعثه الله تعالى رحمة للعالمين فهو مبشر قبل أن يكون نذير إن أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وهو كما أنه مبشر لأهل الإيمان وأهل الطاعة برضوان الله سبحانه وتعالى وإحسانه وجنته هو كذلك منذر ونذير لأهل الكفر والمعصية بما أعده الله تعالى لهم من العقوبة يوم القيامة ثم كان الالتفات لخطاب أهل الإيمان أو لخطاب المكلفين كان الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام إن أرسلناك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم شاهداً ومبشراً ونذيراً ثم كان الالتفات لخطاب المكلفين لتؤمنوا بالله والخطاب هنا لمعاشر المكلفين أي لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وهذا للنبي عليه الصلاة والسلام وتسبحوه بكرة وأصيلة وهذا في حق الله سبحانه وتعالى وهذا الأسلوب من الخطاب من الأساليب التي جرت في كلام العرب وكما ذكرنا من قبل القرآن الكريم نزل باللغة العربية فجرى على طرائقهم في التعبير والبيان من غير أن يكون نثراً كنثرهم أو أن يكون شعراً كشعرهم قال فعد محاسنه أي محاسن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أنه شاهد وأنه مبشر وأنه نذير وهذه من محاسنه ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام قال فعد محاسنه وخصائصه من شهادته على أمته لنفسه بتبليغه الرسالة لهم وقيل شاهداً لهم بالتوحيد ومبشراً لأمته بالثواب من الله سبحانه وتعالى وقيل بالمغفرة ومنذراً عدوه من الذين أعرضوا عن دعوته بالعذاب ونجد ما يشبه ذلك في قول الله تعالى في سورة النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً وكذلك في سورة النحل في قول الله سبحانه وتعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيداً على هؤلاء فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الآثار أن الأنبياء إذا وقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى تشهد أمة النبي عليه الصلاة والسلام على صدق هؤلاء الأنبياء في بلاغهم عن الله سبحانه وتعالى وأنهم أدوا ما أوجبه الله تعالى عليهم من واجب البلاغ عنه سبحانه وتعالى والدعوى إليه فتشهد لهم بذلك أمة النبي عليه الصلاة والسلام ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عليه الصلاة والسلام يشهد لهم كما ذكر هنا يشهد لهم بالتوحيد ويشهد لهم بالإيمان ويشهد لهم بأنهم صادقون في شهادتهم للأنبياء السابقين كما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام وقيل محذرا من الضلالات ليؤمن بالله ثم به صلى الله عليه وسلم من سبقت له من الله الحسن ويعزروه أن يجلونه فإجلال النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمه وإنزاله المنزلة التي أنزله الله تعالى فيها والمكان التي رفعه الله تعالى إليها هذا من تمام الإيمان هذا من تمام التصديق والإيمان بالله سبحانه وتعالى وهو من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعزروه أن يجلونه وقيل ينصرونه فإجلاله عليه الصلاة والسلام ونصرته حيا وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام نصرة دينه ونصرة شريعته وأحياء سنته كل ذلك من تمام تعزيره عليه الصلاة والسلام قال وقيل يبالغون في تعظيمه والمبالغة في تعظيم رسول الله الحقيقة لا يوجد معنى للمبالغة في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا أخرج عن بشريته صلى الله عليه وسلم فهذا من التعظيم والمبالغة المنهي عنها أما ما دون ذلك من وصفه بكمالات الأوصاف فالنبي عليه الصلاة والسلام مهما تفنن الواصفون في وصفه عليه الصلاة والسلام فأوصافه أعظم من ذلك وأجل من ذلك ولا يعرف حقيقته ولا يعرف قدره إلا الله سبحانه وتعالى الذي أنزله تلك المنزلة ورفعه ذلك القدر وتكرم به بتلك المنزلة الرفيعة التي هو فيها عليه الصلاة والسلام وعلى تفنن واصفيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي وكما قال صاحب البردة دعم ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ويوقروه أن يعظموه وقرأ بعضهم تعززوه بزايين يعني من العز وهذه الرواية أو هذه القراءة هي قراءة شاذة ليست من القراءات العشر وقرأ بعضهم تعززوه بزايين من العز والأكثر والأظهر أن هذا في حق محمد عليه الصلاة والسلام لأن بعض علماء التفسير ذهبوا في قول الله سبحانه وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة قالوا الضمائر في قول الله تعالى وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة كلها عائدة على الله سبحانه وتعالى ونحن مأمورون بتعزير الله تعالى وتوقيره أي تعظيمه وإجلاله والمبالغة في تعظيمه وتوقيره وتسبيحه هذا أحد القولين في تفسير هذه الآية الكريمة وأكثر المفسرين ذهبوا أن الأظهر أن هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام فتعزروه وتوقروه في حق النبي عليه الصلاة والسلام وتسبحوه بكرة وأصيلة هذا في حق الله سبحانه وتعالى ثم قال وتسبحوه فهذا راجع إلى الله تعالى وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم اتفق أهل العلم على أن معنى قول الله تعالى أو الضمير في قول الله تعالى وتسبحوه بكرة وأصيلة يرجع إلى الله سبحانه وتعالى قال ابن عطاء جمع للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه السورة أي سورة الفتح نعم مختلفة من الفتح المبين إن فتحنا لك فتحا مبين وهو من أعلام الإجابة أي من دلالات وعلامات وأمارات الإجابة أي أن الله تعالى استجاب دعاءه عليه الصلاة والسلام خاصة أننا نعلم أن هذه السورة الكريمة نزلت عقب صلح الحديبية وفيها إشارة إلى ما سيفتحه الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام وهو فتح مكة وكذلك فيه إشارة إلى أن هذا الصلح صلح الحديبية وإن رآه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إضرار بالصحابة وفيه تضييق عليهم وفيه حرمان لهم من دخول مكة المكرمة وقد خرجوا من المدينة المنورة معتمرين وقد أحرموا بالعمرة ثم رجعوا إلى المدينة خائبين قد يظن الضان أن ذلك حرمان وأن ذلك منع ولكنه في حقيقة الأمر كان فتحا عظيما كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا فقال من الفتح المبين ومن مظاهر هذا الفتح أن ما بين صلح الحديبية عندما وضعت الحرب أوزارها بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام تسنى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينطلق في جزيرة العرب يدعون الناس إلى الله سبحانه وتعالى من غير خوف على أنفسهم فقد اتفقت قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على وقف القتال عشر سنوات فتوقف القتال بعد ذلك مدة قصيرة مدة سنتين حتى نقضت قريش ذلك العهد وترتب على ذلك فتح مكة المكرمة ولكن من مظاهر الفتح أن الكثير من القبائل من قبائل العرب دخلت الإسلام وأنصطت لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وقبلتها وأذعنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية قال وهو من أعلام الإجابة والمغفرة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وهي من أعلام المحبة والله تعالى من محبته لعبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام والمغفرة من علامات المحبة إذا أحب الله تعالى عبدا غفر ذنبه وتمام النعمة ويتم نعمته عليك وهي من أعلام الاختصاص فإذا اختص الله تعالى عبدا أتم عليه نعمته والهداية ويهديك الصراط المستقيم وهي من أعلام الولاية من اختصهم الله تعالى لولايته من اختارهم الله تعالى لمعرفته هداهم السبيل وهداهم الصراط المستقيم ودلهم على السبيل القويم وعرفهم به سبحانه وتعالى قال فالمغفرة تبرئة من العيوب وحشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون فيه عيب ولكن المغفرة فيها مزيد إكرام مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن فيه عيب مما يعيب البشر أو يعيب الإنسان فهو عليه الصلاة والسلام جامع للكمالات الإنسانية فهو أكمل الناس عقلا وهو أكمل الناس خلقا وهو أكمل الناس صفاتا تبرئة من العيوب إن كان ثمة عيوب ولم تكن هناك عيوب وتمام النعمة إبلاغ الدرجة الكاملة ليتم نعمته عليك أي ليبلغك درجة الكمال وقد بلغ النبي عليه الصلاة والسلام في مراتب الكمال منزلة لم يبلغها نبي مقرب ولا نبي مرسل ولا ملك مقرب والهداية وهو الدعوة وهي الدعوة إلى المشاهدة وهي الدعوة إلى المشاهدة وهي أعلى مراتب المعرفة بالله سبحانه وتعالى وقال جعفر بن محمد سيدنا جعفر الصادق ابن سيدنا محمد الباقر ابن سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين ابن فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها يقول من تمام نعمته عليه أي على النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعله حبيبه أن الله تعالى جعله حبيبه وتعالى الله تعالى خليلا له كما جاء في الحديث في مسلم عن سيدنا عبد الله بن عباس قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ودرجة الخل هي المحبة الخالصة الخاصة فالنبي عليه الصلاة والسلام حبيب الله وخليله وقد جاء في الحديث كذلك عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فيما يرويه الترمذي في سننه أن ناسا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جلسوا ينتظرون خروج النبي عليه الصلاة والسلام فجعلوا يتحدثون فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام ودنى منهم سمع كلامهم فإذا هم يتذكرون فيما بينهم يقول بعضهم عجبا إن الله عز وجل اتخذ من خلقه خليلا اتخذ إبراهيم خليلا وهو كذلك لشك وقال آخرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه تكليما وهو كذلك وقال آخرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم قالوا فعيسى كلمة الله وروحه وقال آخرون آدم مصطفاه الله تعالى فاجتمع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم يذكرون ما أكرم الله تعالى به الأنبياء والمرسلين وهذا من تمام الإيمان من تمام الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام والتصديق بدعوته ورسالته الإيمان بالأنبياء والمرسلين الذين ابتعثهم الله تعالى من لدن آدم عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة قدرهم عند الله تعالى إيمان ومعرفة منزلتهم عند الله تعالى إيمان ومعرفة ما حباهم الله تعالى به من المنزل الرفيعة فجعل إبراهيم خليلا له وجعل موسى عليه السلام كليما له وجعل سيدنا عيسى روح الله وكلمته واصطفى آدم وأمر الملائكة بالسجود له كل ذلك مما يزيد في إيمان المؤمن مما يثبت به إيمان المؤمن فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليهم ثم قال قد سمعت كلامكم وعجبكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نجي الله وهو كذلك وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك وآدم مصطفاه الله تعالى وهو كذلك ألا وأنا حبيب الله ولا فخر يقول عن نفسه عليه الصلاة والسلام ألا وإني ألا وأنا حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها مع فقراء المؤمنين ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر وفي هذا الحديث الذي يرويه الإمام الترمذي في سننه فيه بيان لفضل رسول الله ومكانته وعظم منزلته عند الله سبحانه وتعالى وأنه مهما اتصف الأنبياء السابقون بالأوصاف العظيمة وكلهم عظام وكلهم كرام وكلهم عيمة يقتدى بهم وكلهم أصحاب مراتب عالية ولكن النبي عليه الصلاة والسلام فاقهم في كل ذلك فهو سيد ولد آدم ولا فخر وهو أكرم الأولين والآخرين وكلهم تحت لوائه يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول سيدنا جعفر بن محمد من تمام نعمته عليه أي من تمام نعمة الله تعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام أن جعله حبيبة وأقسم بحياته أقسم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بحياة النبي عليه الصلاة والسلام على رأي عامة المفسرين ولم يقسم بحياة أحد من خلقه غير النبي عليه الصلاة والسلام في قول الله سبحانه وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لعمرك أي وحياتك يا محمد إنهم لفي سكرتهم والسكر هنا والسكر المقصود به غياب العقل عندما يسكر الإنسان يذهب عقله يغيب عقله فلا يفرق بين الصواب والخطأ ويلتبس عليه الأمر ولا يفرق بين الحق والباطل وقد يجري على لسانه خلاف الواقع فوصف ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء الذين أعرضوا عن دعوة الأنبياء والمرسلين وهؤلاء الذين وقعوا في تلك المعصية الكبيرة كما جاءت الآيات التي وقع فيها قوم لوط وصفهم ربنا سبحانه وتعالى إنهم لفي سكرتهم والسكر هنا يعني في حيرتهم وفي ضلالهم وفي غفلتهم وفي ذهاب عقولهم يعمهون أن يترددون من التردد أو يلعبون في سكرتهم هذه يلعبون ولكن عندما تحضر العقوبة من الله سبحانه وتعالى تذهب السكرة وتحضر الفكرة كما يقولون ويتنبه هؤلاء لثمرة إعراضهم عن الله سبحانه وتعالى واستهزائهم بدعوة الأنبياء والمرسلين فما أقسم الله تعالى بحياة نبي أو أحد من خلقه إلا بحياة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية الكريمة ما خلق الله تعالى نفسا أكرم عليه من محمد ما خلق الله تعالى نفسا أكرم عليه من محمد وما أقسم الله تعالى بحياة أحد إلا بحياته عليه الصلاة والسلام قال وأقسم بحياته ونسخ به شرائع غيره كذلك مما حبى الله تعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام أن شريعته عليه الصلاة والسلام هي الشريعة الناسخة التي نسخت الشرائع من قبل وقد ذكرنا من قبل أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وهو يتصفح يقرأ في صحف من التوراة فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا يا عمر فأخبره بذلك فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال فيما قال لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي فشريعة النبي عليه الصلاة والسلام هي الشريعة الناسخة وعندما يذكر أهل العلم هنا أن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام هي الشريعة الناسخة لا يقصدون بذلك أصول الشرائع ولا يقصدون بذلك الإيمان والتوحيد فكل الأنبياء والمرسلين ابتعثهم الله تعالى برسالة واحدة يدعون إلى الله سبحانه وتعالى يدعون إلى الإيمان به والتصديق بدعوته والإيمان بالغيب وكلهم دعوتهم واحدة كما قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبد الله واجتنب الطاغوت فكل رسول ابتعثه الله تعالى دعا قومه إلى عبادة الله تعالى واجتناب الطاغوت أي الشيطان وكذلك نجد في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء ربنا تعالى يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فدعوتهم جميعا دعوة إلى التوحيد ودعوة لعبادة الله سبحانه وتعالى وكذلك الأمر نفسه كذلك في أصول العبادات أما الكيفيات قد تختلف من رسالة إلى أخرى لكن أصول هذه العبادات كالصلاة والصيام والزكاة جاءت الأنبياء كلهم يدعون أقوامهم لهذه العبادات كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالأنبياء من قبل دعوا أقوامهم للصيام لكن هيئة الصيام اختلفت من رسالة إلى رسالة ومن دعوة إلى دعوة حتى شرع الله تعالى في الرسالة الخاتمة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصيام وهو صيام شهر رمضان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس كذلك نجد قول الله سبحانه وتعالى وهو تعالى يخبرنا عن سيدنا إسماعيل عليه السلام في سورة مريم وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة فكان سيدنا إسماعيل وهو نبي من أنبياء الله تعالى كان يدعو قومه للصلاة ويدعو قومه للزكاة وكذلك يخبرنا عن سيدنا عيسى عليه السلام الذي يقول عن نفسه كما في قول الله تعالى في سورة مريم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حية فكذلك جاء يدعو إلى الصلاة ويدعو إلى الزكاة هكذا كانت دعوة الأنبياء والمرسلين وكذلك أوصول الأخلاق والمعاملات والآداب كل ذلك هو دعوة الأنبياء والمرسلين فالأنبياء جميعا جاءوا إلى دعوا أقوامهم لتوحيد الله تعالى ودعوا أقوامهم للكمالات الإنسانية أصول الأخلاق وأصول المعاملات وأصول الآداب ودعوا أقوامهم كذلك لعبادة الله سبحانه وتعالى للصلاة والصيام والزكاة لكن الهيئات تختلف من نبي إلى نبي وهذا معنى قول علماء الإسلام عندما يقولون أن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت ناسخة للشرائع السابقة جاءت ناسخة للشرائع السابقة فلا عبادة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إلا تلك العبادة التي شرعها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام ولا هدي مقبول عند الله تعالى إلا ذلك الهدي الذي هدان إليه نبينا عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وكما قال سبحانه وتعالى في سورة النساء يا أيها الذين أوتوا الكتابة آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم آمنوا بما نزلنا أي على محمد عليه الصلاة والسلام مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السبت وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة أي أمة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار أجارنا الله تعالى من النار ومن عذاب النار نقف إن شاء الله تعالى عند هذا الحد على أمل أن يكرمنا الله تعالى في اللقاء القادم لنستمر في شرح بعض الألفاظ التي جرت على لسان سيدنا جعفر ابن محمد الصادق رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر